الحكومة السعودية نحسب لهذا الشيء فكرت الحمد لله واكتشفت انه شمس ما تجيب سياحة ما تجيب سياحة لذلك قرروا انهم يتواصلون مع كريسيانو رونالدو ميسي دوروا الظاهر كتب اكثر شخصية شعبية في السعودية اكثر شخصية اجنبية متابعة في السعودية فطلع لهم اول شيء ميسي رونالدو او رونالدو ميسي ريان مادريد برشلونة فقالوا خلاص بنجيبهم يسوون دعاية للسياحة طيب لما نقدموا الدعم هذا قدموا المبلغ قالوا يا كريسيانو رونالدو تفضل 6 مليون دولار كريسيانو رونالدو او 6 مليون يورو ما ادري جاء رونالدو قال والله معاصي هذا الخبر حسب التليغراف البريطانية ونقلته اكثر من صحيفة بريطانية وتكلم عنه اكثر من حساب معتمد رسمي في مواقع التواصل الاجتماعي فالتليغراف يقولون رونالدو لما نقدموا له هذا قال لا قال لهم انا الدعم قال ما قال ما انا ما اجي واشارك في مشاريع فيها تلميع لصورة انتهاكات حقوق الانسان ليش لانه سمعة البلد للأسف سيئة يا اخوان سمعة البلد للأسف سيئة جدا انه اليوم السياح لما بيجون يجيب يسوي سياحة يخاف من السعودية يخاف يقول لك انا ما بروح السعودية صراحة لانه في خطر علي هذه دولة تنتهي حقوق الانسان انا ما اضمن نفسي محمد بن سلمان مجرم محمد بن سلمان ابو من شار ابو من شار هذه صورة محمد بن سلمان اقسم بجلال الله لو تطلع خاشقجي مرة اخرى وتقول لا ما مات خاشقجي اسمك ابو من شار واي مشروع اسمعوني اخواني انا ما بس دومكم اي دولة ان شارها موش لو جاء رونالدو لو تجيب رونالدو ميسي وترجع مارادونا ما حينفعك شي مع ان يقول لك فكرة جيدة انك فكرت انك تطور بدل شمس الكويتية وكذا تجيب كريسيان رونالدو ميسي رونالدو قال معصي اما ميسي فاخواني مشجعي برشلونة وعشاق ميسي ما تزعلون مني ميسي الى الان قاعد يفكر تعس عبد الدرغم رونالدو قال معصي ميسي قاعد يفكر يعني مزنقة معا الامور وبرشلونة مستوى هذي السنة ماش يعني فاهم فقال لك يا بوي اطلع لي بكم قرش وكم درهم والظهر انها تلعب عليه زوجته ذيكي جسمها وشاف عياله وكذا قال والله اني ما تدري الواحد ما يضمن يعني خمسة مليون حلول